تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي وللعاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأطيب التبركات بمناسبة عقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي اصطدفتها مملكة البحرين وأعرب معالي عن بالغ الاعتزاز بالنجاح الكبير والمتميز لقمة البحرين والذي تحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة